السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم اصدقائي مجددا على قناتكم بيكس ارت والعربي اليوم ان شاء الله سنقوم بتحويل الملابس الى ملابس كرتونية او ملابس مرسومة بطريقة ان شاء الله تنال اعجابكم ولكن اولا يا صديقي ادعمني بلاك للفيديو وهي بنا ند اولا بعد ذهاب لبرنامج البيكس ارت نضغط هنا على كل الصور بحيث تظهر الصور الموجود على الهاتف نقوم باختيار الصورة التي نريد تحويل الملابس بها الى كرتونية بعد اختيار الصورة ندخل الى الرسم بعد الدخول للرسم نضغط هنا على الفرشاة بحيث نختار الفرشاة المناسبة للتخطيط نختار هذه الفرشاة ونجعل حجم الخط من 10 الى 4 اختار من هذه الارقام بعد ذلك نضغط على هذه الايقونة ونزيل العلامة على القابلية للتكبير التصغير ثم نضغط تعيين بعد ذلك نقوم بتقريب الصورة بهذا الشكل ونبدأ بتخطيط حواف الملابس لتسهيل التخطيط اجعل عينيك دائما على خط النهاية اجعل يدك على خط البداية وعينك على خط النهاية وستلاحظ انك تخطط بشكل جيد وبدون استخدام قلم فهنا انا في هذا الفيديو لا استخدام قلم فقط ضع يدك على خط البداية وعينك على خط النهاية وابدأ بالتخطيط ترجمة نانسي قنقر هنا بعد ان قمنا بتحديد حواف الملابس سنقوم بعدها بتحديد الانكماشات الموجودة في الملابس اولا ندخل الى الفرشاة حتى نصغر حجم الخط قليلا مثلا نجعله بنسبة ثلاث او اثنان ونضغط عين ونبدأ بتحديد الانكماشات بعد ان انتهينا من التحديد سنكون بالتلوين اولا ندخل الى الطبقات ومن ثم نضغط على هذه الايكونة وننشئ طبقة فارغة هذه الطبقة ننزل بها الى المنتصف بهذا الشكل ومن ثم نبدأ بالتلوين اضغط مطولا على الشاشة ستظهر لك هذه الاداة نختر منها لون التي شيرت بهذا الشكل ومن ثم نضغط على الفرشاة نكبر الحجم قليلا مثلا 2 الى 60 ونضغط على زي الايكونة ونعلم على القابلة للتكبير والتصغير بحيث تسهل علينا التلوين عند التقريب نبدأ بتلوين التي شيرت اشتركوا في القناة ثم نقوم بتلوين البنطال ايضا نختار لون البنطال بنفس الطريقة الاولى بعد ان انتهينا من التلوين نعرف انه يوجد مناطق فاتحة ومناطق غامكة في الملابس سنضع الالوان الفاتحة اولا نضغط على ايكونة الالوان نختار نفس اللون ولكن بدرجة افتح بهذا الشكل ومنسمى نضغط صح نضغط على ايكونة الفرشاة نختار هذه الفرشاة فهي الانسب الوضع تدرج اللون ونضع هذا الاعداد نجعل الساعة 50% ثم نقوم بتفتيح المناطق التي غالبا ما تكون باللون الفاتح نختار لون اغمق نفس اللون ولكن بدرجة اغمق نضغط صح ثم تقوم بتلوين بعض المناطق هنا باللون الغامق على حسب وجهة نظرك في هذه المناطق ان كان يلوقوا بها اللون الغامق نفعل نفس الشيء هنا في التي شيرت نختار اللون الغامق نبدأ بتلوين المناطق التي يليك بها اللون الغامق مثلا هنا ترجمة نانسي قنقر بهذا نكون انتهينا من تلوين الملابس ولكن سنضع بعض الاشكال على الصورة بحيث تعطي للصورة شكل افضل ندخل هنا الى ايكونة الاشكال يوجد لدينا هنا اشكال عديدة مثلا نختار هذا الشكل ونضغط على ملء بحيث يصبح هذا الشكل ممتلئ من الداخل ونضغط موافق بعد ذلك نختار لون هذا الشكل من هنا من على ايكونة الالوان مثلا نختار اللون البرتقالي نضغط صح ونبدأ بالسحب على المنطقة التي نريد وضع هذا الشكل عليها نضغط شكل اخر مثلا نختار شكل الدائرة نجعلها باللون الابيض نضغط صح ونضع ثلاث دوائر او ثلاث نقاط بجانب بعض الما على مناطق متفرقة من الصورة نختار شكل اخر نضع هذا الشكل ثلاث مرات هنا بجانب الكتف ايضا سيوطي للصورة شكل افضل بذلك نكون انتهينا من عمل التصميم نضغط على الثلاث نقاط ونقوم بحفظ الصورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والى لقاء في تصميم جديدة ان شاء الله على قناتكم بيكس ارتك